أحباب الله الصفة اللي أطلقناها على طلاب الأدبي حبايب القلب طلاب الثانوية العامة من جيل 2007 طلاب الأدبي تحديداً معاكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي مدرس مواد اللغة العربية على منصة أوائل المملكة منصة موقع وتد التعليمية وبفيديو اليوم حاب أحكي لكم عن المادة اللي قطعناها في مادة اللغة العربية التخصص شو خطتنا لشهر تسعة بإذن رب العالمين وكيفية أن الطلاب الإجداد اللي يحبين يشتركوا معانا في البطاقة على منصة موقع وتد التعليمية كيف يلحقونا وكيف يمشوا معانا من هون لنهاية شهر تسعة يكونوا ملاحقين الطلاب اللي سبقوهم في الشهر الماضي بداية خلينا نحكي عن المادة المقطوعة وقبل ما نحكي عنها في عندي رقم التلفون جروبات الواتساب بس بمجرد تذكر اسمك تخصصك حتى المندوب يضيفك مباشرة على جروباتنا صفر سبعة تسعة ثمانية خمسة عشرين ثلاثين ثمانية وبسم الله نبدأ المادة اللي قطعناها لحد الآن في مادة اللغة العربية التخصص طبعا للآن أنا مش ماشي مع طلابي إلا بالنحو الصرف والقضايا وجزء صغير يا دوب المقدم اللي في البلاغة بعد شوية منحكي عنها بالنسبة للنحو الصرف في عندي كسر همزة إنه الوحدة الثانية هي أدسم وحدة موجودة معاكم أحوال الفاعل والمفؤول به تقديما وتأخيرا وبالنسبة لمادة القضايا أنجزنا الوحدة الأولى كاملة وبضل عنا كمان وحدة بالنسبة للطلاب القدامة أو خلينا نحكي للطلاب اللي بدهم يسجدوا معانا بداية بشهر تسعة كيف بإمكانهم إنهم يلحقونا وحتى الطلاب القدام بإمكانكم يتراجعوا على الخطة اللي أعملها كسر همزة إنه نازل لكم فيها فيديو واحد وأحوال الفاعل والمفؤول به الوحدة شوي طويلة وحاولت إني أزيد عدد الفيديوهات فيها بحيث إنه كل خلينا نحكي عنوان يأخذ حقه وزيادة بالشرح فكانت عندي عبارة عن خمس فيديوهات طبعا هون زائد ورقة عمل وهون زائد ورقة عمل وللي ما بيعرف أوراق العمل اللي بيعملها البرغوثي هي عبارة عن ورقة عمل بي دي اف فيها مجموعة من الأسئلة تحاكي النمط الوزاري أصلا هي عبارة عن أسئلة وزارية وأسئلة من عندي على نفس النمط وبعد هيك من حل هاي الأسئلة مع بعض فيديو بحيث إنه الطالب ما يعرف الجوابه بس لا يعرف كيفية الوصول إلى هذا الجواب يعني أنا ما بدي أجاوب وتطلع معي صح وأكيف آه ولا صح وأنا مش عارف كيف وصلت للصح لا بدنا نحلل كل عبارة إذن في عندي يا أستاذ بالنسبة للنحو الصرف ست فيديوهات للآن نازلة واحد على كسر همزة إنه وخمسة على أحوال الفاعل المفؤول به تقديما وتأخيرا كل فيديو مدته لا تتجاوز النصف ساعة يعني فعليا ثلاث ساعات يعني في طالب يقول لي أستاذ أنا بدي أقعد عليهم اليوم بخلصهم لا يا أستاذ إحنا بدنا براحتنا مادة النحو الصرف بدي إياك يوم بعد يوم لأنه أنا بدي أعطي اليوم ساعة بكرة بدي أعطي ساعة لا إيش يا أستاذ لا درس في القضايا طبعا الوحدة الأولى عبارة عن ست دروس فطالب منك يوم نحو صرف يوم قضايا يوم نحو صرف يوم قضايا على هالحالة أستاذ أسبوعين بإذن رب العالمين يعني بأربعة تاعة تسعة بتكون أنت منحق الطلاب شو ما كونت ذكي لا تحاول تستعجل في المادة بحيث أنك تنحق الطلاب اللي سبق وقلوك لا أستاذ معنا وقت لسه العام الدراسي فيه أوله بدنا نمشي في المادة براحتنا بحيث أنه ندرسها ونجيب فيها العلامة الكاملة وكثير من الطلاب للأسف بسمعوا كلام الزملاء أنه مادة اللغة العربية بتنجح فيها بتحذفها من المعدل للأسف أي زميل اللي بيحكي هذا الكلام هو قاعد بيحكيه من غير خبرة في مادتنا هو خبرة في مادته على عينه وراسي لكن في مادتنا يا أستاذ ما عنده هاي الخبرة كثير من الطلاب اللي فكروا أنه ينجح فيها يجيب فيها مئة من متين للأسف حمل المادة وكثير من السنوات زي امتحان 2006 إجا الامتحان رؤوس أقلام بحق الله أنه يجيب فيها علامة كاملة فضيع الفرصة من إيده دائما يا أستاذ خذ التخصص من أهل التخصص يعني خلي كل واحد يفتي بمادته بمادته فقط واسيبوكم من المواد الثانية فعادي جدا أنك تجيب بالتخصص أعلى من الحاسوب أو أعلى من العلوم الإسلامية أو حتى أعلى من الثقافة المالية احنا بخطتنا بإذن الله مندرس بحيث أنه نجيب فيها العلامة الكاملة امتحانها احتمال كبير يكون سهل لعامكم الدراسي فلا تضيعوا الفرصة من إيدكم وحلو الواحد يطلعوا يعرض والله أنا جبت بالتخصص علامة كاملة فأدرسوها دراسة أنه بنا نجيب فيها العلامة الكاملة زي ما قلنا أسبوعين زمن بتكونوا ملاحقين بإذن رب العالمين وبالأسبوع الثالث رح تبدو مع الطلاب القدامى هسه بالنسبة للطلاب القدامى اللي رح نبدأ معاهم من بداية تسعة شهر تسعة كامل رح يكون لمادة البلاغة والنقد الكتاب كامل بدنا نخلصه بشهر تسعة بإذن الله البلاغة والنقد حتى تكونوا بالصورة هم عبارة عن مادتين مادتين يا أستاذ البلاغة مادة والنقد مادة مادة حفظ بحت البلاغة فيها شوية فهم وشوية حفظ فالبلاغة بإذن رب العالمين رح نخلصها على خلينا نحكي أربع فيديوهات خلصنا فيديو المقدم نزلناه بظل عنا اللي هو طبعاً بشهر تسعة رح يكون فيه فيديو للخبر رح يكون فيه عندي فيديو للإنشاء فيديو للأمر والفيديو الرابع رح يكون لأسلوب الاستفهام من خلصهم وطبعاً رح ننزل كل درسين من النقد مع بعض لأنها مادة حفظ بالنسبة لمادة القضايا اللي كنا نحكي عنها قبل شوي وعد إلا أن أزرلكم فيها فيديو خاص كيفية ختم مادة القضايا وتسبق أستاذك فيها وطبعاً للتذكير مادة القضايا إذن ختمت وإذا دارسها أنت كطالب وحافظها أنت ضمنت النجاح في التوجيه مش في العربي لأنه اللي بيطلع من التخصص بيطلع من باقي المواد هاي خطتنا لشهر تسعة بإذن رب العالمين رح تكون وإن شاء الله لما نكنا نحكي زي ما قلنا عينك على العلامة الكاملة مع البرغوتي هي مش فقط مثل وكنا نطلعوا لي يا أستاذ إحنا بإذن الله قوله فعل وطلابنا بالسنوات السابقة بيشهدوا كيف قدرنا نوصلهم لهاي العلامة بعد توفيق الله عز وجل بتشرف بأي طالب انضم معي وعطاني ثقته بتشرف بأي طالب رح يعطيني ثقته بالشهر الجاي إن شاء الله ويبدأ معانا بداية بحيث إنه عينه تكون على العلامة الكاملة رب يوفقكم ويعطيكم مليون عافية